البذرة الأساسية في العيلة اتبنت صح لأنها اتبنت على قصة حب يعني قصة حب عنيفة جدا وشائكة جدا وكلها مشاكل روميو جوليات رسمي يعني لا 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 استنادي عنيفة وشائكة جدا وكلها مشاكل برغم أن أنا متجوز بنت عمي فده يعني كان المفروض أنه هو يبقى فيه مسائل أليا من كده وأسلس وأسهل لكن للمشاكل العائلية اللي بتحصل للأسف بين الناس الكبار ويقعوا فيها الصغار فاحنا أنا ومامة ريهام كنا متحملين نقول شامعة بقى عشان هي اسمها شامعة بدلا ما يقول شامعة هي اسمها راسمي فاطمة بس هي اسمها الحركي طول عمرها شامعة يمكن علشان هي كده منورة دايما زيك كده فسموها شامعة الله يخلي حلو قوي اسم شامعة فاحنا احنا تلقينا كل الصدمات اللي كانت بين العائلتين لأن يعني هو الأخ عمي توفى وهي صغيرة وهي عندها ثلاث سنين مثلا فكانت المشاكل بين الأم وبين العم اللي هو أبويا بقى الله يرحمه وإحنا اللي اتحطينا في هذه المشكلة لكن بالإرادة وبالحب وبتضحياتها هي لأن أنا ساعتها كنت مازلت طالب في المعهد العالي للسينما لما ابتدوا هم يسيبوا المكان اللي كانوا ساكنين فيه في حدايا الأوبة ويجوا في الجيزة جنبنا فابتدت المسائل تقرب وكنا منقطعين خالص لكن أنا ابتدت أنشق عن هذا الانقطاع وأتزاور وأروح فنشأت بالتدريج قصة الحب لكن قصة الحب دي كانت متقابلة من الطرفين بالرفض فبحب الشديد لها وبإصرارها هي الشديد برغم بأنها يعني كان واحدة في جمالها بيتقدم لها طوابير من الخطاب والعرسان طول الوقت وحالتهم أحسن مني بمراحل كتير جدا 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 وأنا اللي ما كانش عندي أي حاجة خالص هي تمساكت بي فارتبطنا ببعض وكانت في النهاية الانتصار لبذرة الحب دي وتجوزنا فده مكون أساسي لأنه يخلق عيلة كويسة مش ناس بتتجوز لأغراض معينة ولا الجواز اللي ما يكونش فيه هذه العواطف لكن إحنا اتبنينا ببذرة حب سليمة وصحيحة وحقيقية وبدليل إنها مستمرة والحمد لله حتى الآن يعني الأستاذ أشرف عبدالغفور اللي إحنا بنشوفه جد جدا حبيب حبيب جامل حبيب جامل حبيب جامل حبيب جامل حبيب جامل حبيب جامل